أكيد كلنا نعرف مرض السكر وبنسمع عنه يومياً ده فلان عنده مرض السكر بس هل كلنا فاهمين يعني إيه مرض السكر؟ أسبابه وأنواعه ومرحلة مقابلة السكري الأعراض ومضاعفات وقياس السكر طب سمعت قبل كده عن كلمة غيبوبة السكر والقدم السكري طب ليه هو خطير كده؟ وهل ينفع الشخص المصاب بي يتعايش معاوي صاحبه؟ أسئلة كتير مهمة جداً لازم كلنا نكون عارفينها كثقافة صحية حتى لو أنت الحمد لله سليم بس تفهم ويعرف عشان تعرف تنفع اللي حواليك لأنه طبعاً مرض منتشر وفي الغالب في أي عيلة بيبقى فيه أفراد عندها مرض السكر أكون معاكم أنا سيدالانية دكتورة نادا شعبان في حلقات تسقيق صحي عن مرض السكر عشان نفهم كل ما يخص المرض الحلقات موجهة لأي حد حابب يفهم وهتكون بطريقة مبسطة وسهلة عشان نفهم كلنا سواء كنا في المجال الطبي أو لا يعني حتى لو أنت مش في المجال الطبي ولا صيدالي ولا طبيب حتقدر تفهم معنا تعالوا بينا نبتدي أول حلقاتنا ونعرف يعني إيه مرض السكر أصلاً وبيحصل ليه يلا بينا نبتدي تعالوا في البداية سريعاً نفهم مع بعض يعني إيه مرض السكر يمكن طبعاً أكتر حاجة كلنا بنسمعها تلاقي مثلاً حد يقولك إن الشخص ده عنده نسبة الجلوكوز أو السكر عالية في الدم أكيد طبعاً الجملة دي كلنا بنسمعها تقريباً يومياً عمرك سألت نفسك الجملة دي معناها إيه؟ أو ليه أصلاً السكر ده بيعلى في الدم وبييجي منين؟ هنفهم مع بعض الموضوع في ثلاث خطوات بسيطة أول خطوة فيهم إحنا بناكل في نظامنا اليومي نشويات وسكريات النشويات طبعاً اللي هي زي الرز والمكارونة والبقريات وغيرها من الأكل والسكريات اللي إحنا عارفينها زي الحلويات أو أي حاجة فيها محتوى سكري لما الحاجات دي بتدخل جسمنا بيمروا بعمليات تكسير علشان في الآخر بيتحولوا لمنتج نهائي اسمه الجلوكوز الجلوكوز ده بيفضل يمشي في الدم الجلوكوز ده فايدته إن هو المسؤول الرئيسي عن النشاط والحيوية والطاقة علشان نعرف نقوم بالمهام ونعيش حياتنا بشكل طبيعي بعد كده في الخطوة الثانية الجلوكوز بيفضل ماشي في الدم لحد ما البنكريات يبتدي يلاقي إن فيه جلوكوز في الدم والعمليات دي بتبقى سريعة جداً على طول يروح مطلع هرمون اسمه هرمون الأنسولين وهنا تيجي الخطوة الثالثة وهرمون الأنسولين يشتغل مفتاح للخلايا علشان دوره الأساسي إنه يدخل الجلوكوز اللي موجود في الدم ده جوه الخلية علشان الخلية تبتدي تطلع الطاقة اللي لسه إيلالكم عليها وبالتالي لما الجلوكوز يدخل من الدم لجوه الخلية فينزل مستوى السكر في الدم ويرجع للمستوى الطبيعي بتاعه وهو ده اللي بيحصل عند أي شخص سليم وطبيعي ما عندوش مرض السكر أما فين المشكلة بقى عند الشخص اللي عنده مرض السكر المشكلة بقى إن العملية اللي إحنا قلناها من الثلاث خطوات دي بيحصل فيها مشكلة وبتطلع بط عند الشخص اللي عنده مرض السكر ونلاقي نفسنا قدام النوعين الأشهر من مرض السكر وهم النوع الأول والنوع التاني هناخد عنهم نبزة سريعة دلوقتي وفي الفيديو الجاي هنتكلم عن أنواع السكر بشكل أوسع شوية إحنا اتفقنا إن الثلاث خطوات بتوع الشخص الطبيعي موجود فيهم أنسولين ولكن هنا في النوع الأول بيبقى فيه غياب كامل للأنسولين والبنكرياس ما عادش بينتج أنسولين خالص عشان كده لازم الشخص ياخده من برة وهي دي طبعا حقا الأنسولين اللي كلنا بنسمع عنها عشان مستوى السكر في الدم ما يعلاش وعشان زي ما قلنا الأنسولين هو المفتاح للطاقة في الجسم فما ينفعش الشخص يعيش من غير أنسولين أما النوع التاني من مرض السكر وده الأشهر والأكثر انتشارا بيكون فيه عندنا حالتين يا إما البنكرياس لسه بينتج من الأنسولين كميات ولكنها كميات أقل من الكميات المطلوبة فمش قادرة إن هي تخلي السكر ينزل في الدم يا إما البنكرياس بينتج كميات كبيرة من الأنسولين ولكن الأنسولين ده مش قادر يوصل صحر الخلايا والخلايا تقريبا ما هي الشايفة مش شايفة ليه؟ علشان بيقولك الشخص ده عنده مقومة أنسولين أو عنده مشكلة في حساسية الأنسولين ودي طبعا هيبقى ليها فيديو الوحدة علشان الموضوع ده مهم ونتكلم فيه عن حساسية الأنسولين وليه بعض الناس عندهم مشكلة في حساسية الأنسولين وإزاي نتجنب الموضوع ده كده إحنا عرفنا سريعا جدا في الفيديو ده يعني إيه مرض السكر وبيحصل إزاي وليه السكر بيعلى هنكمل كلامنا الفيديو الجاي إن شاء الله ونعرف مع بعض أنواع مرض السكر ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس منتظر تعليقاتكم وأسئلتكم على الفيديو ونتقابل في الفيديو الجديد ودومتم سالمين